كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها نعم نعم العربية تتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك هذا يعرف اللغة العربية لماذا لا تكلم بالعربية صح الآن اللغة العربية عندك تنقص والله إذا لم تتكلم بها تنقص بعض الكلمات راحت عنك صحيح؟ نعم الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تز مثل بعض الناس الحالة يضع في الجوال في الواتس أب والنار وأشياء يعني غريبة والغنم يا أخوان اقتنموا هذه الفرصة والله تسأل نعم يا أخي لابد أن نعلم التوحيد لابد أن نعلم التوحيد لأننا ناشق في التوحيد إذا لابد أن نعلم التوحيد ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإيمان ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص الله يفتح عليك مراتب الدين الثلاثة يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة إسلام إيمان إحسان وكل مرتبة لها أركان الصبر ثلاثة أخسام أولا لابد تصبر على العلم وتصبر على العمل وتصبر على الدعوة وأنواع الصبر الثلاثة نعم يا أخي طلب الشخص يكون إذا كان حيا وقاتل نعم يقول يا صح أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه بشرة أربعة حي حاضر قادر اعتقد أنه سبب لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقافر ونحذر منه أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا الدعوة إلى غير المسلمين لابد ندعو غير المسلمين نعم لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه مئة بالمئة نعم الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة لابد أن ترتقن إلى مصطوى أعلى ويطالب العلم الله يزدق خير يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة عب هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول الثلاثة لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس الثلاثة نقول لا تعلمناها اختبر ونرتقي هذا الأخ الآن لو نقول له أن يعيد لك الآن أولى ابتدائي تقبل تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي ما يقبل ست سنوات أولى ابتدائي ما يمكن يقول تحطبني أنت ما يقبل لو تعطيني ملايين صح لكن كل ما يأتي هالم يدرسنا أصول الثلاثة يأتي الثاني أصول الثلاثة الثالث أصول الثلاثة نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العسيمي حفظه الله هذا المتون يعيد عليك تسمعها مذاكرة يصح أما يعيد عليك الدراسة مرة أخرى أولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي والله ما ترضى جزاك الله خير على هذه النصيحة أخذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة كما أن الطالب له حق على الشيخ الشيخ له حق على الطالب حقوق متبادلة يؤدي الطالب حقوق ستة نعم الأساس يقول العلم وكل من أتقر شيئا عرف به إذا أتقنت العلم اشتقون اش يقال عنك عالم أتقنت اللعب اش يقال عنك واتقنت الضحك ضحاك صحيح نعم واتقنت الفن يقال عنك نستر عاف السلامة فنان يعني حمار نعم نعم يا أخي المتعلم قد يكون المعلم نعم المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم وأنتم الآن دعاة إلى الله شئتم أم أبيتم تعاملك مع الناس صحيح كيف تتعامل كيف تنظر لنساك كيف تتعامل مع الرجال كيف تتعامل في حياتك اليومية الطواغيت خمسة الطواغيت خمسة رؤوس الطواغيت خمسة لا بد أن نحذر ولا تظن أنك سالم انتبه لا بد تحذر نعم الشهر لين بقاء في بلاد الكفر يجب تصحيح النية تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله أحب يعني التعريفات والموت لا تمام بعلم بالعلم نعم طيب نعم وإحنا أخذنا فائدة واحدة الله يسامحك أنت هو نعم أيام الإنسان خمسة أيام الإنسان قلنا خمسة يوم في العدم ويوم في الأجنة في البطن ويوم في الدنيا ويوم في القبر برزخ ويوم الآخر الله يفتح عليك أننا توسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم ونقول نحن لا نغش الكفار ننصح لهم أنكم متوسط ليست إفراد ولا تفريد لا إفراد ولا تفريد نفي من إثبات لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين النفي والإثبات الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله نعم وشو يا أخواننا والله هذه المتون وضع الله فيها البركة فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا لكن نتعلم تعلم حقيقي أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح كل مرة ندرس وصل ثلاثة لا يصلح فالمرة القادمة إذا أردت نسأل ونختبر ثم نأخذ درس جديد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولى الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل والباطل وارزقنا اجتماعه والله أعلم وصلى الله عن نبيه ومحمد وعلى صحبه وسلم أزاكم الله خيرا